يا طيب لما يحتبس رجل الرجل يتحمل بس المرأة ما تحمل الحبس لا 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 هذا الكلام ما يصير أبداً أبداً أنا ما أقبله اسمع عبد المجيد روح طم الرضية وقل لها هي في حمايتي أنا أحمد عبد الله روحان وإذا أخي يشتي شلها ويوديها الحبس يجي أول شلها على قثتي هم داروا لك تراجعهم بعد كم بعد شهر أعتقدك تكمل الشهر ولا لا 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 باقي يومين أو ثلاثة أيام طيب ما رأيك في طلع صنعه وتراجعهم هنا يمكن من الموافقة وصنعه يا أخي ما في نشطاف الله طلعوا وننزله أنت عارف أن قاربي محجوز في الواجه ومن حين توفى والدي الله يبحانك وانا عارف يا علوان عارف وحسبك وتأكد أنه ناخد زائما أنا ثكلت عليك كثير يا أخي دوخ القاربي موجود كنت عملت عليه ورديت لك ما تسأل لكن لكن يا رجال يا رجال من قلت من يسألك سأتهد يا علوان للحق واحد أن تبسس وكتل على الله وتم زواجه ساكت رقم الحرية أيوة أنت ليه إرجع لك بعد شهر أش اسمك اسمي علوان سعيد سالم واش قضيتك أش اتزوج ببنت عمي في قرية الواجه حا استخدم ها وصل ملفك متى يدين أسافر لا أظنك أنت تسافر ملي دعينا طلبك مرفوف أنا آسف مرفوف الظاهر أن هناك أسباب أمنية أمنية أسباب أمنية هكذا قاله يعني أن زواجك بشكل رسمي أصبح مستحيل إيش هتعمل بالله مش عارف إيش رأيك بيض تسمع ورأيي نسمع قول إحنا نتفق مع أصحابنا في الواجهة ونروح بالشواعة حقنا بالطريقة اللي تعودنا عليها كل مرة إيش رأيكم تقصد من هنا أيوة من البحر لو اتفقنا مع الصيادين في قرية الواجهة بنوصل لهناك بسهولة لا 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 هذا خطر خطر ما هوش سهل والمشكلة في الواجهة لو كان اللي بيروح واحد كان ما مش مشكلة لكن لو رحنا مجموعة أكيد أكيد لازم ينتبهوا ما رأيكم يروحوا عشر مننا وبطرق مختلفة وكل واحد لحاله ونتفق على موعد نلتقي فيه هناك تمام هذا هو الرأي واللي بيروحوا لازم يكون معاهم أقارب هناك في الواجهة يؤمنوا لهم الإقامة والتحرك وأنا بكون أول واحد من العشرة أنا وحمد أخي أيضا لنا أهل هناك أصبحنا ثلاثة وأنا الرابع أنا للأسف ما عنديش قرائب هناك لكن ضروري ما نكون معاكم بقلوبنا لا بد ما نعرف أخباركم إن رحتوا قرية الواجهة أول بأول ما هذا سهل أنا بعرف كيف توصلكم أخبارنا أول بأول وإحنا هنا يا علوان بقى نسبر لك عرس ما قد عرفت مثلا لا الخاطر ولا الواجهة تمام يلا بالخير من باي جي معنا من باي يكون من الشواعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أو رح كإيمان أو رحكة من الشواعة ترجمة نانسي قنقر كون كهز يرجمة نانسي قنقر الآن بسرعة 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 صباح الخير يا عبد المجيز صباح النور والسرور يا رفيق ها صباح حاجة ولا لا لا والله عادنا أدولي على بقعة مليحة بس يعني أول ما حصل الصيد أنت مهمك حاستك وتوصل لك رمان عندك أيوة عبد المجيز نعم أقول لك حاجة ها شوف أي حاجة من الجهة الثانية كنقل لي كمام مرحبا أنا معتمد عليه طيب أوكي شوف قبل ساعتين مسكنا قارب وحقستو لا لا ما كانش عبر الحدود بس كانوا ناولين عبرو ورجعناهم لقاء المقابلة ها رفيق بيكونوا صيادين مثلي على باب الله يدوروا لهم على فقعة مليحة المهم كن أنتبه وقل لي على أي حاجة تشوفها وتشك فينا اختراق الحدود أوكي مرحبا ها وما تنساش أصلي الحقي مرحبا من عيوني من عيوني سلامة 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 سلامة